السلام عليكم المحلات والشقاق وكذا قامت ام عبدالقادر تأجرهم وصار عندها مدخول جيد وتجمع بهالفلوس وكذا لكن كانت دائما تهتم بعيالها اللي اصغر من عبدالقادر عبدالقادر تكره دائما تطرده من البيت دائما ما تهتم فيه وعبدالقادر فشل دراسيا وصار تطرده وكذا وقام يرافق اصحاب السوء المهم ابتعد عبدالقادر من البيت صار يزورهم كل فترة وفترة دخل فيه عمره المراهقة ومشاكل وكذا ودائما يطالب بورثه وهذا الشي اللي كان مغلقها وكانت تكره عبدالقادر بسبب انه كان مدكتق على موضوع الاملاك ويتأب تاخذ راحتها العيال اللي اصغر منها ما كانوا يسئلون الا عبدالقادر فلذلك كانت دائما تبعد عن طريقها المهم راحت الايام وجدت الايام ويجي رجل استأجر من ام عبدالقادر احد المهلات هذا رجل ما هو مضبوط متزوج وعنده عيال لكن وضع الماضي جدا سيء شافوا مع عبدالقادر تملك كلها الاملاك هذا الفلوس قام رسم عليها موضوع الحب وهذه المسكينة ما صدقت على الله تعلقت بالرجل ووافقت انه يتزوجها وتكون الزوجة الثانية هذا الرجل تزوجها رغم بشاعة ام عبدالقادر يعني لا هي جميلة ولا هي يعني صغيرة في العمر ولا هي لكن علشان الفلوس اللي عندها وفعلا ايه كانت تصرف عليه وعلى زوجته الاولى وعلى عياله ولا كانت تضايق من هالشي فقط خلك جنبي من كثر ما كانت تتحبه من كثر ما اهو لعب براسه وهالشي بدأ يضايق عبدالقادر في البداية كان رافض ان امه تزوج لكن ما باليد حيلة ما هم سيطر عليها طبعا كبروا العيال عبدالقادر واخوانا اخوانا وصلوا واحد فيهم وصل للدكتوراه والثاني للماجستير وعبدالقادر لا زال فاشل دراسيا لا شغل لا مشغلة وترفض انه تعطيه من ورث ابوه المهم صار كل يزورها ودائما كل ما يجي البيت ينتقدها يعني بتصرفاتها بتصرف بعملاك ابوه وخصوصا من بعد ما تزوجتها الرجل كان يقول لها يا يمه انتي يعني قاعدة تعيشين عمره المراهقة هذا قاعد يضحك عليك يا يمه هذا يلعب براسك يا يمه هذا يستغلت وقاعد ياخذ من مرتبوي وقاعد يصرف على زوجت تقول له ما لك شغل كيفي انا حبه وزوجي وخلى ياخذ اللي يبي وفعل ان هذا كان مستانس لدرجة انه خلاص بطل شغله قاعد بس يأكل ويشرب ويصرف من فلوس وورث عبدالقادر واخوانه وام عبدالقادر ولا ترده بشي راحت الايام وجدت الايام وعبدالقادر يحاول وكل فترة وفترة يسبب مشكلة مع والد يوم الايام ويقوم هالرجل هذا اللي تزوج ام عبدالقادر وطلقها معصب عليها وطلقها راح جلس عند زوجتها الاولى او تمسك زوجتها الاولى تقول له انت مجنون انت ما تفهم ليش تطلقها كانت اصلا مبسوطة ان زوجها متزوج عليها واحدة غنية وتصرف عليهم قالت له ارجع لها وتساهل وفي بعض الامور قال لا انا ما اقدر وهذه متحكمة وكذا وانا صاير اشتغل عندها يعني كأني خادم قالت له بالعكس خلك مثل ما هي تبي اهم شي انك تصرف علي انت احمد ربك انها موافقة عليك وفعلا رجع مرة ثانية قبل تفوت مدة العدة اللي هي الطلاق رجع لزوجته وكانت ام عادل مبسوطة وسعيدة انه رجع لها من جديد تموت فيه كان مسيطر على عقلها المهم هذه السالفة عبدالقادر كان مبسوطة ان امه خلاص تطلقت وابعدت الرجل الغريب عنهم لكن لما في احد المرات زارهم ويشوف الرجل زوج امه او طليق امه موجود استغرب قال له هذا الشيبي خلاص مو طلقت وطلع وكذا قالت لا احنا رجعنا لبعض قال لها يا امه يعني من بعد ما طلقت وكان سبب الطلاق انه اعتدى عليك بالضرب واهانت ومسح فيت الارض وما لت كرامة ولا لت اي قيمة عنده فقط علشان استغلت وكذلك ترجعي له قالت لا انت ما لك شغل اصلا ما احد مدمر حياتي الا انت انا يا امه قالت اي نعم زوجي دايما اشتكي منك وانت مسبب له قلق وهم امه قاعد ياخذ راحت الا انك كل شوي تجي وتزن على رأسه المهم ويقوم عبدالقادر ويتماسك مع زوج امه وصار بينهم شد وضرب وكذا المهم ويتقوم ام عبدالقادر وتطد من البيت الزوج قال لا شوف يا ام عبدالقادر خلاص انا ما اني قادر اتحمل هذي الايانات اللي قاعد يوجهها لي عبدالقادر يحسسني اني انا كاني شحال صراحة انا ابدا ما علي كرامتي انت من وين لك كرامة كل هذا ودورك اقالي نعم انا ابدا شي عندي في حياتي احترامي وتقديري عند الناس وهذا ولدك كل يوم الثاني يجي ويقعد يسمعني كلام يقول لي انت تستغل والدتي وانت شحات وانت نصاب وانت كذا قالت لي انت شنو تبي قال انا ما قدر عيش معك لا الله يخليك وابوس ايدك وابوس رجولك وانت حب حياتي قال لا مع عبدالقادر اذا تبينا نستمر مع بعض الحل الوحيد ان انت خلص من عبدالقادر قالت للصدق وتأمر بالله قال لا اله لا الله يا سلام على الايمان قالت قالت للصدق طبعا انا اطنس يعني مصدق هما هدول وين هم وين اليمان قالت لها الفكرة هذي دائما تجي في بالي اني اتخلص من عبدالقادر اصلا انا كارهته من كان صغير لين كبر سبحان الله سبحان الله طبق الاصل من ابوه انا اصلا مسبب لي قلق ما قاعد عيش حياتي سعيدة معاك بسبة عبدالقادر اللي كل يوم الثاني طبعا يعني ما هو مثل اخوانا اللي كل واحد فيه ولاية ويدرس وهم شي اني اصرف عليه ولا يعني ينتقدني بشي الا عبدالقادر قال لش انت اقصدين قالت اقصد ان انا وياك انت خلص منه قالها شلون قالت نستدرجه ولما يجلس هنا في صالة الاستقبال تقوم انت تسولف معاه وتشتت انتباهه وانا اجي من الخلف واضربه ب آلة صلبة ونختله قالها اوكي او فعلا اتصلت على عبدالقادر قالت تعال انت متبهي ورثك وقال ايه نعم اعطيني ورثي وانا خلاص ما راح لا اجي ازعجت لا انت ولا زوجت قالت خلاص اوكي تعال او يجيها عبدالقادر قالت لا اجي في الاستقبال احين اجيب لك بس شاي قهوة واني قاعد نتفاهم وجالس معاه زوجمه يسولف معاه يسولف معاه وتيجي ام عبدالقادر ماسكة يده تلهاون او شي يسمونها يطحنون فيه الهيل والقهوة وكذا او المهراس اعتقد فيه بعض الدول يسمونها مهراس باليدة هذي من النحاس او من الحديد وتضرب عبدالقادر على رأسه من الخلف ضربة كانت قوية جدا لدرجة ان عبدالقادر طاح على الارض وبدأ ينزف بغزارة لكنه ما مات ولا اغمع له فاتح عيونه كأنه اصيب بشلل مؤقت لان الضربة جدا من ما بين الرقبة وما بين الرأس تعرفون هذا مكان النخاع الشوكي وكذا يعني ممكن انه تعرض الكسر فالولد كأنه اصيب بشلل لكن ينزف وفاتح عيونه ومصدوم لان ضربة جتها من الخلف وما في الا والدته اش ويول هذي والدته فوق رأسه تقول له انت للحين حي لساتك حي ويقوم زوج والدته ويمسك الفخار عنده مثل المزهرية الفخار ويضربها على جبهة عبدالقادر ويسبب له بجرح قطع كبير جدا في الوجه والجبهة وبدأ ينزف المسكين الصوبي لكن كذلك لا فقد الوعي ولا مات ضل يفاتح عيونه ويطالع وينتظر اللحظة اللي يخلصون عليه خلاص الولد بس يئن من الألم وما هو قادر يعلي صوته وتلتفت ام عبدالقادر على زوجها قالت له هذا ليش ما يموت ونتخلص منه قالها ما لتشغل هذا رح ينزف لين يموت خلينا نتخلص من جثة الآن شلون وين ودي انوديه الدور الأول وفعلا وتشيل ولد شوف تخيله انه هذي أم هذي جالسة الآن تشيل ولدها الكبير عبدالقادر بمساعدة زوجها وتشيل عبدالقادر وتوديه الدور الأول في هناك عندهم فوق مخزن للفرش والفراش اللي نامون عليه فيها اسفنج فجابت طبقات من الاسفنج وحطت عبدالقادر عليه وفوق عبدالقادر كذلك كم طبقة من الاسفنج ليش علشان الاسفنج يمتص الدماء اللي ينزف منها عبدالقادر وعلشان ما يترك أثر ورجعت مع زوجها طبعا تركوه إلى يزال حي وانزلوا وبدوا ينظفون في البيت جابوا مواد التنظيف وحاول لأن الدم منتشر في جميع أرجاء البيت يعني كسجاد والكنبات وعلى الحيط وجلسوا وينظفون ينظفون الموضوع صعب جدا طولوا وقالوا خلاص نرتاح ليل يوم الثاني يكون هذا ميت وانت خلص من جثته جو اليوم الثاني يوم اصعد وهذا صوت عبدالقادر بس من المفاتح حيونة ارفعت طبقات الاسفنج اللي امتلت من الدم وهذا لا يزال فاتح حيونة ينتظر أحد يساعده صار بس يتكلم صوت واضي يقول لها عطيني ماء ابي ماء ابي ماء قامت وغطت مرة ثانية وانزلت قالت حق زوج هباد الحمامات قال لا خلي احنا ليش مستأجلين راح يموت اليوم انتظري علي شوي الى نهاية اليوم وصعد وفوق ولا كذلك عبدالقادر لا يزال على قيد الحياة ابتلشت قالت لي ابني الحال خلصنا منه اخذ سكين وانحرى ولا اطلق عليه النار ولا سوف اي شي قال لا 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 ابدا في حل اسهل انت خلص من الجثة مرة واحدة قالت شلون قالها انا عرف مهاجرين من الجنسية المالية يتجمعون دائما في احد الاماكن مثل الاوكار وهذول مجرمين يدورون الفلوس نعطيهم مبلغ من المال وهم يتصرفون في عبدالقادر يقتلون ويدفنون في احد المناطق البردية ونرتاح مرة واحدة قالت لا ما يخالف روح جيبهم او فعلا راح للاماكن هذا ما يعرفهم لكن يعرف انهم يتجمعون هنا ويكلمهم قال اما والله عندي واحد وهذا بتلشنا فيه ونبي احد يقتله لكن الرجل يعني بين الحيات الموت بس تأخذونه وتدفنونه لو تدفنونه هو حي ما عندي مانع قال اوله تعطينا مبلغ واطلبوا مننا مبلغ كبير قالوا لنا اخذه منك وندفنه ولا منشاف ولا مندري شايك قالهم يلا حياكم وياخذ الثنين معها ويجيبهم عند ام عبد القادر عطتهم الفلوس ويصعدون فوق ويشيلون عبد القادر والله فوق في سجادة ويشيلون على اكتافهم ويطلعون برا البيت ارتاحت ام عبد القادر وزوجها وخذوا المواد التنظيف وبدوا ينظفون لكن الاسفنج كان مليان من الدم فخلوا على السطح لين ينشف علشان ما يترك اثر وهم نزلين يعني من البيت وبدوا ينظفون ينظفون دخلوا في اليوم الثالث الحين خلاص ايه في بالها ان عبد القادر الان مدفوف في احد المناطق الصحراوي اللي هي اصلا ما تدري وين وخذوها المجرمين وانتهوا واختفوا ولا احد يعرفهم ولا هذول اصلا ما لين يعرفون ام عبد القادر ولا حتى زوجها فقط الكلام كان في وكر لتجمع المجرمين وانتهى الموضوع الاتفاق انتهى خذوا فلوس ومرعح اليوم الرابع كان يوم سبت يعني اليوم اللي خذوا فيه جثة او خذوا فيه عبد القادر بين الحي والموت كان يوم جمع يوم سبت ولا بلاغ لمركز الشرطة واحد من العمال اللي دخل بناية تحت الانشاء اول ما جاي بيستكمل شغل لانه كان يوم الجمعة عطلة عندهم فلما جوا يكملون شغلهم ولا يشوفون هالجثة لشاب منتفخ ورائحة العفن وكذا وبلغوا رجال الامن وحضروا وصار تجمع لأدلة الجنائية وطب الشريع وكل الاجهات المختصة والناس بدت تتجمر لانه هذا بناية تحت الانشاء لكنها في منطقة سكنية فمن بين الذي يشوفون شل الموضوع شاب أول ما شاف بدأ يصرخ هذا عبد القادر فالتفت عليها رجل قال لاعرف هذا صاحب الجثة قال نعم هذا عبد القادر من قال هذا بيت ولا بجانب البناية بيت أم عبد القادر قال أنا عرف هذا عبد القادر طبعا أم عبدالقادر كانت تعتقد أن الماليين اللي خذوا عبدالقادر روحوا تفنوه في البر لكن الماليين في الحقيقة اش سووا وهم طالعين من بيتها قالوا احنا ليش بعد خذينا منها الفلوس الغبية ليش ناخذه ونقتله ونبتلش بدمه ونبتلش وننتفنه وكذا نرمي جنب البيت ولا في عمارة تحت الانشاء رموهم وشو عبدالقادر ما مات على ايدينهم مات من النزيف اللي صال لثلاثة ايام اربعة ايام وهو ينزف المسكين رموهم يشو فما كانت مستعدة واصلا فيه اثار للدماء داخل بيتها ما تخلصت منها لانه كانت تعتقد انه لو بيعثرون على جثة عبدالقادر بعد سبوع سبوعين ثلاثة او كلاب الظالة تنهش الجثة او تحفرها في الارض وممكن تطلع ممكن ما احد يدري عنها على طول اهم رجال الامن استدعوا منه استدعوا ابو عبدالقادر جاء الرجل قال لي يا جماعة ترى انا مو ابوه انا زوج امه قالوا تعالنا بيك شوف الجثة تعرفها طبعا هو صدع من شون جثة عبدالقادر موجودة هنا والماليين قالوا لانا بنوديهم او نودي الجثة يعني للبر فتدارك الموضوع اول ما شاف جثة عبدالقادر بدأ يصرخ ويبكي وحرام وهذا انا لم ربيه بايد وكذا وقام يمثل عليهم قالوا لانا بيك بس ناخذ منك كم كلمة في مركز الشرطة خذوا معا اثلوا على التحقيق معا يسألونه وين اخر مرة شفت عبدالقادر وهل هو ساكن معاكم ولا لا شنو وضع عبدالقادر شنو قصتها وكذا وينتبه رجل الامن على حذاء زوج الام ولا عليها بقعة دم سبحان الله دم البريء ما يروحيه شاف بقعة دم قالوا شنوه الدم اللي على حذائك اول ما شاف قالها لا هذا خروف انا ذبحته قبل كم يوم وبمناسبة ان انا وزوجتي كنا مطلقين ورجعنا البعض فالظاهرة هذا من دماء قالوا ما يخالب بس احنا الان في قضية جنائية ولازم نتأكد ان هذا الدم هل هو دم بشري ولا على كلام قدام خروف يا جماعة صدقوني واذا ممصدقيني روحوا سؤلوا ام عبدالقادر قالوا صحيح وين ام عبدالقادر جيبوها ويجيبونها قالوا لها دريتي قالتي نعم وقعدوا تبكي لانا مبلغين هالجيران انا اللي قوي جثته وقاموا تبكي وطرطم سوي عزة في البيت تمثل ورحوا استدعوها رجال الامتعالي هل فعلا ذبحته خروف في البيت قبل كم يوم لانا موضوع الفحص والادلة الجنائية طول قالت ها اه ايه نعم صح احنا ذبحنا خروف من فترة وكذا قالوا ها ماشي بعد ذلك احنا بنفتش البيت ليش تفتش البيت وانا بعزة وانا متحمل الموقف وانا في مصيب قالوا ما يخالب بس احنا في اشتباه لاقين دم على حذاء زوجت وانا بنتأكد يعني نا بنتأكد من هالشي نعم ما دخلوا بيتها ويشمون مواد التنظيف قوية جدا حسوا ان في شي وخصوصا ان شقة كانت متكركب اقولكم ما كانت حاسبة حساب انه يتم اكتشاف في الجثة بها السرعة لما صعدوا فوق السطح ولا هذي قطع الاسفنجية مات الفرش مليانة من الدم على طول تحفظوا عليها والقوا القض على ام عبد القادر وخذوها معاهم للتحقيق ايه هناك خلاص واضح هي يوم معرفة ان هذا الدم هذا دم بشري وصحيح انه ما اثبته ان هذا مطابق لدم عبد القادر ولله لكن ايه خلاص مسألة وقت قالت انا ما لشغل اللي قتل اولدي هذا زوجي كان يكره وكذا وراح جاب قتالين قتلة وهم اللي خدوه امسكوا قالوا لا انت قتلت الولد قال دا منها قالت هالكلام انا بيقول لكم الحقيقة هي اللي ضربته بمقبض الهون وعلى رأسه احنا قولنا شو القصة قال يا جماعة هي ضربته على رأسه وانا ضربته على من الوجه بالفخار لكن ما مات فاضطرين ان نشوف لنا عصابة وفعلا هذا الشي اللي كانوا متأقدين منها رجال خلف الرأس وكذلك النزيف اللي كان في الجبهة وبالانف والماليين اصلا ما قتلوا ولا سووا ولا شي تركوا عند المبنى وهربوا خذوا فلوس ام عبد القادر يعني شوف ام عبد القادر ما عطتوا ولدها فلوس لكن عطت الماليين فلوس عشان يقتلوا ولدها شوف الدنيا شون معكوسة عند بعض البشر الاغبياء ما لكم بطويلة اعترف وكل واحد صار يكشف اوراق الثاني وتم ايحالة ام عبد القادر وزوجها للمحاكم وحكموا عليهم بالاعدام لكن الاعدام متوقف تنفيذه فاصبح الحكم شبه السجن المؤبد وهذا نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة